في معلومات خاصة وحصرياء يكشفها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية حول جولة المفاوضات بين العراق وأمريكا بما يتعلق في جدولة انسحاب القوات الأمريكية والتحالف الدولية تكشف وحدة الدراسات العراقية بمركز الروابط عن تحديد الأول من تموز المقبل موعداً لخوض واستكمال أعمال اللجنة التنسيقية العليا بين بغداد وواشنطن والتي تبحث الأولويات المهمة في تحديد التوقيتات المناسبة للانسحاب وإبقاء عدد من المستشارين العسكريين والقوات التي تساهم في عملية الإعداد والتدريب وتقديم المشورة اللوجستية وفعالية ودور قوات سوريا الديمقراطية في الحفاظ على السجون التي تحتوي على قيادات وكوادر من تنظيمات داعش الحوار مستمر بين القيادات العسكرية الأمريكية العراقية حتى الموعد المحدد وانعقاد جولة المباحثات القادمة والتي أخذت مساراً مهماً في كيفية إعداد البدائل للقواعد العسكرية الأمريكية في عين الأسد بمحافظة الأنبار والقاعدة القريبة من مطار أربيل في أقليم كردستان والتي ستكون محوراً رئيسياً في المناقشات التي ستجري في تموز القادم ووفقاً لمعلومات دقيقة حصل عليها أيضاً مركز الروابط للدراسات الاستراتيجية والسياسية فقد طالب الجانب الأمريكي ثلاث سنوات موعداً مناسباً لانسحابه من الأراضي العراقية حيث يتواجد 2500 عسكري أمريكي في العراق في إطار التحالف ضد تنظيمات داعش الإرهابية في حين أن الحكومة العراقية أكدت على أن مهلة سنة واحدة كافية لإكمال عملية مغادرة العراق والإبقاء على تعاون أمني مثمر وعلاقات سياسية واقتصادية وطيضة وأن يكون التعاون وفق ما اتفق عليه في زيارة السودان الأخيرة لواشنطن والتي أولت اهتماماً بارزاً بالجانب الاقتصادي والحماية المالية للاقتصاد العراقي من قبل الإدارة الأمريكية بالتزامها بجهود الإصلاح المالي خبراء قالوا أن السوداني أول رئيس وزراء يخاطب بشكل مباشر وبرغبة جادة الجانب الأمريكي للحصول على مرحلة انتقال عملية من العلاقة الأمنية للشراكة الكاملة الأمر الذي يتطلب مواجهة تحديات داخلية كالسيطرة على السلاح المنفلت ومنع حدوث أي ظهور جديد لتنظيمات إرهابية بغية الوصول لاستقرار حقيقي وبناء مستقبل واعد كما ترغب به الحكومة وينتظره الشعب العراقي